بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم بكل خير طاب مساءكم متابعي الرياضية الأردنية ألتقي بكم في هذه المواجهة التي تجمع معان ومغير السنحان على ملعب الأمير محمد الحكم الذي يطلق الصافرة صافرة هذه المواجهة التي تنطلق في أي مباراة أي مواجهة معتزع بدات برس الكرة داخل المنطقة ما زالت خطيرة إمكانية التصويب حاضرة ولكنها بعيدة وتحولت أبو هاشاشو حاول يلعب كرة عرضية داخل المنطقة الرأسية الحاضرة ولكنها بعيدة يلعب في وسط ملعب نادي معان تلعب سريعا تنفذ سريعا السرعة المطلوبة التصويب يا الله قذيفة بضربة ركنية حاضرة عند الدقيقة الخامسة والعشرين إمعان بالعرضية الموجودة داخل المنطقة الرأسية جول جول يا السلام شوف العرضية شوف الرأسية في الشباك في الشباك يا عبد المالك مفتاحي مفتاحي برأسية حاضرة يعيني على الجزائري يعيني على الجزائري مفتاحي افتتح التسجيل في شوط المباراة الأول حربي عبد الله برسلها قوسية الرأسية الحاضرة ولكنها مرتدة سريعة سريعة تصويب الحاضرة قوسية أمام المرمى ولكنها تحولت مغير السرحان في وضعية هجومية يا السلام على المرور العبور الله وأيها السيدات والسادة صافرة الحكم أحمد فيصل تعلن نهاية الشيط المباراة الأول بتقدم نادي معان بهدف كان سجلوا المحترف الجزائري بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحب الرياضيين متابعي الرياضية الأردنية أينما كنتم أينما تواجدتم العودة للأجواء العودة لأرضية الملعب العودة لمواجهة معان ومغير السرحان سافرة أحمد فيصل تنطلق وتبدأ على بركة الله في شوطها الثاني في هذه المواجهة مع ختام سايد الخزاع للصهايب في المهارة الله 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 يا عيني يبعد الكرات الهوائية الارتقاء موجود والرأسية موجودة ولكنها بعد ذلك بعيدة عن حارس المربى رشيد رفيد تحولت في الطرف الأيمن ضغط من مغير السرحان مغير السرحان يرمي بكل ثقل والتصويب الله على كرة في سرعة بالعرضيات في سرعة باللمسات في سرعة بالتصويب الله يحاولون شوف التمركز شوف التمركز الممتاز شوف القتال على الكرة من إمعان لكن مغير السرحان يحاول تصويب الله ضربة جزاء أي نعم هو صهيب هو صهيب المتعهد المتمرس الهداف لمغير السرحان يتقدم يتقدم قول قول الله في مغير السرحان لا تسألني من يسجل انظر إلى امتداد الهداف انظر إلى القذيفة من هذا اللاعب الذي يسجل أول أهداف مغير السرحان في بطولة الدوري ويسجل هدف التعديل في الوقت الأخير في الوقت البديل ولكن في هذه اللحظات سيداتي أنساتي سادتي أعزائي الكرام متابعا الرياضية الأردنية صافرت الحكم أحمد فيصل هكذا جاءت بالتعادل ما بين مغير السرحان ومعان ترجمة نانسي قنقر